موسيقى يعني أنا كنت مثلا في وقت الألم اللي أنا كنت بعدي فيه كنت في وقت المرض الوقت اللي فات أنا وأنا قعدة تعبانة ربنا ابتدى يفكرني بناس فكرني بواحدة عابرة اسمها رندا راحت المجد فكرني بيها وأنا قعدة جنبها بصلي على السرير وهي قبل ما تروح للرب وتنتهي حياتها على الأرض فكرني بأن إحنا مفروض أن إحنا بنصلي للناس المتقلمة نبقى إحنا عاملين إزاي بنصلي من غير صوت لأن لو أنا صليت وصليت بصوت عالي ممكن أعمل لهم إزعاج الإنسان المتقلم ممكن يبقى مش قادر يسمع صوت يعني صوت حد بيتكلم بصوت زي صوتي كده لازم تتكلم معه بصوت منخفض أكتر لازم أنك وأنت بتصليله تقبل أن هو ممكن يكون بينام أنا كانت قمة قمة يعني السعادة بالنسبة لي أن أنا أنام لمدة نصف ساعة من غير ألم دي أكتر حاجة كنت بطلبها يعني مش بطلبها يعني بقول له يا رب بس شوية أنام شوية بس من غير ما أتقلم فأنا لو نمت نصف ساعة من غير ما أتقلم أنا لو أنا مسك إيد حده ووصليله في مستشفى أو على سريره في البيت وتعبان أو تعبانة ونام مني فيه ناس بتزعل تقول لك ده نام وأنا بصلي ده مش عايز يسمع صوت ربنا لا ده متألم لدرجة أنه هو يعني ربنا أداله سلام فنام فأنا لازم أدرك البني آدم ده بيفكر إزاي فبيتوسع الأفق بتاع الإنسان أنه يعرف يطلب بحسب مشيئة الرب أيوة بحسب قلب الرب قلب الرب اللي كان بيتحنن وكان بينظر للناس المتألمة والتعبانة كان بينظر الواحدة فقدت ابنها الوحيد وكانت بينظر الواحد بيقوله تعالى قوم بنتي علشان دي عيانة جدا وبينظر الواحد قاعد متألم بقاله قد إيه وعنده برس بيقومه ويلمسه يعني هو كان بيتعامل بقلب إحنا مفتقدين لهذا النوع من الإدراك إن إحنا ندرك إن إحنا أهم حاجة نعملها مش إن إحنا نوعز وقت الألم أنا مينفعش أروح أوعز واحد متألم أنا مش مفروض إن أنا أجاوب على أسئلة المتألم فأنا المفروض إن أنا أكون معاه متواجدة معاه متواجدة مع الناس التعبانة كل اللي أنا أعمله ناطب طب وأقول معلش وربنا هيتمجد وألفت نظره لصوت ربنا بس إن هو يسمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر